اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف؟ مع كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما أرخص الحب إذا كان كلاما وما أسهل الحب إذا كان كلاما وما أضغع الحب إذا كان كلاما وقضية الحب خصوصا كلها كلام اجتمع بعض الناس في مكة فتكلموا في مسألة الحب حب الله عز وجل فقال الجنيد كفوا عن هذه المسألة أن تسمعها القلوب فتدعيها الادعاء وسبق في حين شرحت قصة أصحاب الغار وقال الرجل كانت لي كانت لي ابنت عم وحبها كأشد ما يحب الرجال والنساء قلت هناك أن كل الرجال يقولون ذلك كل رجل يقول للمرأة ده أنا بحبك حب ما حصلش قبل كده فيش حد في الدنيا حبه وهي تقول له نفس الكلام هذا كله كذب والدعاءات وكلام فارغ الحب الحقيقي يا ناس أيها المسلمون أيها الإخوة الحب الحقيقي الحب الحقيقي حب الله تعلق القلب بالله الإقبال على الله بس هذا هو الحب الحقيقي هذه الحقيقة الوحيدة في حياتك أما كل ما تعيشه في هذه الدنيا وهم آخر وذو الحب الصحيح في حياتك أولا لأنه لا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى يحب لذاته ثانيا لأنه أز وجل يحبك ويعطيك وإن كفرت به قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرجوكم صلوا عن نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم. ما احد اصبر على ازن سمعه من الله. يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. كيف نحب رسول الله? اعلم ان من احب شيئا اثره واثر موافقته. وإلا لم يكن صادقا في حبه. افهم كده. الايثار. الايثار اللي هي ويؤثرون على انفسهم ولو كانت بهم خصاصة. الايثار انك تبقى محتاج. يعني محتاج الجنيه اللي في جيبك ده محتاجه. مزنوء فيه. ما تقدرش تستغن عنه? وتؤثر الله به. تؤثر ربنا به. انك انت تبقى محتاج تنام. محتاج تنام. وتؤثر ربنا بالقيام. بالسعر. انك انت تبقى محتاج تشتغل في الدنيا عشان تجي فلوس عشان تتجوز. علشان 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 تعمل وتسوي. وتؤثر الله بهذا الوقت. في تعلم العلم. في العبادة. في الدعوة الى الله. هو ده الايثار. ايثار النبي صلى الله عليه وسلم. انك انت بتحبه تؤثره. انت بتحب تحلق لحيتك. وشكلك حلو ومتقف قدام المراية وانت حالق. تؤثره. النبي كان ايه? كان حالية قوله ملتحي. اه. هو ده اللي انا عايز استمر معاه. في سلسلة كيفة. كنت لسه بحضر ان انا اتكلم معاكم المرة الجاية. في الوضوء بقى. نتوضى. فكنت عايز اقول كده في نفسي في البداية. ان انا اقولك مش هتكلم على ان فرض وسنة. ان ده واجب وده مستحب وده ركن. وده شرط. لا. ده انا اقولك ازاي النبي توضى? ازاي? يا رب ثبتنا وعافينا يا رب. ازاي نتوضى? ازاي نتوضى? ازاي النبي? مش موضوع بقى فرض وسنة ومستحب. وزا عملت كده ينتقد وضوء. يعني لو ما عملتش كده ما ينفعش. لا. انا بتكلم على وضوء النبي. الوضوء الكامل. اللي قال فيه من توضى نحو وضوءي هذا. ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من ذنبك. عايزين نعملها دي مرة? عشان تمسح البلاو السودة المتلتلة بتاعتك. اللي فاتت دي كلها. اه. فالشاهد ايساره. ايسار النبي صلى الله عليه وآله صحبه وسلم. هو ده لنا عايز نفسي اوصله للامة. نفسي اوصل للامة. ان يا جماعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاحاديث ما هياش احط احاديث ده وحاديث ده برص طوب ولا بلعبش اطرنج. في احاديث النبي. ان ده صح وده وده فرضه ده سنة وده. لا ونخبط الدليلين في معضو. والكلام ده. لا ده انا عايز اتعلم ان انا اتعامل بحب. بحب. ازاي تتعامل مع ربنا بحب. مع النبي بحب. صلى الله عليه وسلم. تحبه. انك تحب النبي ويبقى الحب حقيقي. ملو قلبك. ملو دماغك. شوف الانسان لما يتعامل بحب. زي ما قلتلكم المرة اللي فاتت. ما بتقاش محتاجة كلام. لما تلاقي اتنين بيحبوا بعض. مش محتاجة كلام. بتبقى باينة في النظرة. باينة في الابتسامة. باينة في اللمسة. باينة في كل حاجة. فاللي بيتعامل مع ربنا. ومع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. برضو كده. بيبقى باين عليه. انه بيحب. وهو بيصلي. باين وهو واقف في الصلاة. ان ده راجل بيحب ربنا. باين عليه هو بيطبق سنة النبي. ان باين عليه ان هو ده بيحب النبي. لما تيجي سيرة النبي. يفان عليه. سبحان الله العظيم. عايز نقول لكم الحتة دي مهم قوي. يقول ايه? من علامات اه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كسرة ذكره له. فان من احب شيئا اكثر ذكره. اللي يحب النبي يجيب سرته كتير. تلي يقولي شوالك اصلي النبي قال. اصلي النبي عمل. طب ما تصلي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده علامة اللي بيحب النبي. ومن علامات حب النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كسرة شوقه الى لقائه. فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. ذلك كان خالد بن معدان عبده بنت خالد بن معدان. تقول كان ابي لا يأوي الى فراشه كل ليلة الا وهو يذكر من شوقه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولاصحابه ابو بكر ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. يذكر من شوقه اليهم. ويسميهم باسمائهم. ويبكي. ويقول اللهم عجل بقبضي اليك حتى القاهم. اللهم عجل بقبضي اليك حتى القاهم. حتى تغلبه عينا. حتى تغلبه عينا. هو كده. قاعد يقول. آه. يا من انا مشتاقش في النبي. والله نفسي اعد مع سيدنا بوكر. نفسي اعد. اسلم عليه كده. واحضنه. وبوس راسه. وبوس ايده. سيدنا بوكر. آه. قلو. احكيلي يا سيدي. اما كنت في الغار. كنت بتقوليه للنبي. حسيت بيه لما قال لك. لا تحزن. ان الله معنا. اللهم عجل بقبضي اليك حتى القاهم. هو ده الحب. الحب الحقيقي. كسرة شوقك اليه صلى الله عليه وسلم. ومن علاماتي. كيف? 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 واخواتها دي كيف? آه. كيف? تحبه. كسرة ذكره. وتعظيمه. وتوقيعه. واظهار الخشوع والانكسار عند سماع اسمه. لما تيجي سيرت النبي صلى الله عليه وسلم. انسان يحس كده بالخشوع والانكسار. قال ابو اسحق التجيبي كان اصحاب النبي صلى الله عليه عليه وسلم بعده. لا يذكرونه الا خشعوا. واقشعرت جلودهم وبكوا. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يذكرونه الا خشعوا. واقشعرت جلودهم. وبكوا. وكذلك كثير من التابعين. منهم من يفعل ذلك محبة له. وشوقا اليه. ومنهم من يفعله تهيبا وتوقيرا. شف. يقول ايه. اه. اه جتا اه. اه. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره لازم له كما كان حال حياته لازم حب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره لازم له بعد موته كما كان حال حياته قال ابراهيم ابو ابراهيم اسحق التجيبي قال واجب على كل مؤمن واجب واجب هي دي كيف يبني اتعلم كيف 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 يكون حالك عند سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ازاي تبقى ازاي حالك شكله ايه يقول واجب على كل مؤمن متى ذكره ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم او ذكر عنده ان يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته واجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه ويتأدب بما ادبنا الله به شف لو النبي قاعد قدامك بيكلمك يبقى شكلك ايه وانت الوقت بتسمع حديث النبي كأنك سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح وامتنا الماضين كان مالك اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه لمن مالك ابن انس صاحب كتاب الموطأ لمن مالك امام اهل المدينة لمن مالك لما كان يقول قال رسول الله ينحني ويتغير لونه حتى يشق ذلك على جلسائه فكلموه قال له ايه اللي بيحصل ده اعد كويس وعلي صوتك عشان نسمع فقال لو رأيتم ما رأيت لما انكرتم علي لقد كنت ارى محمد ابن المنكدر وكان سيد القراء لا تكاد تسأله عن حديث ابدا الا يبكي حتى نرحمه ونعيز وانعيز يا اهل الاسلام يا مسلمين يا عباد الله يا اخوتي يا احبتي في الله الاسماء دي تنحفر في ازهنة لما بقول لك اسحاق التجيبي ابو ابراهيم اما قول لك الامام مالك ابن انس امام دار اهل الهجرة اما قول لك محمد ابن المنكدر قول لك سفيان الثوري سفيان ابن عيينة الاسماء دي تنحفر في زهنك وزهن اولادك هم دول اللي ربونا وتعلمنا منهم وعلمونا هم دول اهل العلم اللي يتخذ منهم اللي تفهم منهم الدين اللي هم عاشوا الدين حقيقي شوف بقول لك اهو الامام مالك بيقول له انت بتنحني وتتغير ليه قال لهم عشان شفت محمد ابن المنكدر بيعمل كده الدين يؤخذ كده بالتلقي لقد كنت ارى محمد ابن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث ابدا الا يبكي حتى نرحمه ولقد كنت ارى جعفر ابن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم كان دمه خفيف وبيضحك ويهزر فاذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على طهارة ولقد اختلفت اليه زمانا فما كنت اراه الا على ثلاث خصال اما مصليا واما صامتا واما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه هم دول العلماء هو ده اللي نفسينا في زماننا النهاردة نشوفهم ونراهم نعرفهم قالوا العالم من افادك لحظه قبل لفظه افادك لحظه قبل لفظه يعني اللي ما تشوفه بعنيك منه يفيدك اكتر من كلامه هي دي رؤيته عشان كده الامام مالك بيقول ان جحفر ابن محمد كنت اروح له كتير ما كنتش اشوفه الا على ثلاث حالات اما بيحدث يقول قال رسول الله يروي الحديث او بيقرأ القرآن او ساكت ولا يتحدث فيما لا يعنيه بيتكلم عليه شافه قال وكان كثير الدعابة والتمسم فاذا حد ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وش يصفر يقول وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل ولقد كان ده لسا الامام مالك بيحكي عن مشايخه واسدزته اللي خد منهم وتعلم عنهم قال ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى وجهه كأنه نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما يجيب سيرة النبي وشه يحمر كان الدم هينط منه ولسانه اين شاف هيبة لرسول الله الناس دول كان بيتكلم عن سيدنا النبي وحسس ان النبي قدامه وحسس ان النبي معاه حسس انه شايف النبي وبيكلم النبي فعشان كده كان ده تأثرو اما احنا هيصة مولد ومفكرين ان احنا في دين او على دين يقول لي الامام مالك ولقد كنت قاتي عامر ابن عبد الله ابن الزبير ولقد كنت قاتي عامر ابن عبد الله ابن الزبير فاذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع ساعة ما ايه ما تيجي سيرت النبي يبكي حد عينيه ما تنشف انكسرت البكاء ولقد رأيت الزهرية كل دول الامام مالك بيحدث عن مشايخه افتداء من محمد محمد ابن المنكدر وبعد كده قال جعفر ابن محمد وبعد كده قال عبد الرحمن ابن القاسم وبعد كده قال عامر ابن عبد الله ابن الزبير وبعدين قال الزهري ولقد رأيت الزهرية وكان من اهنئ الناس واقربهم عايشا كان غني وفلوس كتير وعيش حلوة وسعادة فاذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اوه ايب فاذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته الزهري اذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم وكان اهنئ الناس عيشا فكأنه ما عرفك ولا عرفته ولقد كنت آتي صفوان ابن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فاذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه صفوان ابن سليم اذا ذكر النبي عنده صلى الله عليه وسلم يبكي ويفضل يبكي ويجي يتكلم مش ادر يتكلم يغلبه البكاء ويسكت ويجي يتكلم يغلبه البكاء ويسكت يجي يتكلم يغلبه البكاء لحد الناس ما يقوموا يسبوه وروي عن قتاده انه كان اذا سمع الحديث اخذه العويل والزويل المالك نفسه بقى لما كثر الناس على مالك قيل له لو جعلت مستمليا يسمعهم الناس كترت بقى يقعد قدامه في المجلس الف الفين ثلاثة عشرة وهو صوته ما يسمعهمش يسمع الصفين ثلاثة ما فيش مكرافونات فقالوا له هات واحد يبلغ عنك يقعد في الوسط ويعلي صوته ويسمع الناس قالوا لو جعلت مستمليا يسمعهم قال قال الله تعالى كان بيقعد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من اهل المدينة ما تصلي عليه قاله ويلس Lanka مجيب وحدي يعلي صوته ازاي قال الله تعالى لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي وحرمته حيا وميتا سواء قال لهم ازاي واحد يرفع صوته في مسجد الرسول وكان ابن سيرين ربما يضحك فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ويتأول له هم ذول العلماء هم ذول الأكابر هم ذول اللي آتوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي عرفوا النبي عرفوه وعرفوا جزي يعيشوا مع حديثه سنته كيف حالك مع الله أنا عايز أسألك أنت بقى في سلسلة كيف وأخواتها كيف بيتكم مع النبي آه بيتكو أخبروا إيه مع النبي يعني امراتك زوجتك وولادك يعرفوا قد إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا جمعة لما بقول لكم الأسماء اللي أنا ذكرتها النهاردة دي كلها أسماء علماءنا وكبراءنا وأسدتنا كنت بقول النهاردة أولادك يعرفوا إيه من الأسماء دي إيه من أسماء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نهاردة يعرفوا أسماء لعيبة الكرة في مصر وخارج مصر نهاردة يعرفوا أسماء الممثلين والمغنين في مصر وخارج مصر لكن يعرفوا أديه من سيرة النبي لما النبي تشتم قلت ساعتها إن اللي شتمو ما يعرفوش لو يعرفوه كانوا حبوه واتبعوه والعيبة عندنا إحنا لأن إحنا معرف ناش نعرف العالم مين هو النبي محمد الناس بيتكلموا عن قواتهم ورؤسائهم وأصحاب مصالحهم والمخترعين بيتكلموا لدرجة الإبهار وتتعلم وتتعمل أفلام وقصص ومسلسلات وكتب في هؤلاء النبي نبينا محمد خدمنا بإيه عملنا له إيه عرفنا الناس عنه إيه إحنا نفسنا أنا عايز نخرج من الحلقة دي بالسؤال ده كيف النبي في بيتك ومع زوجاتك وبين أولادك كيف هو ده الموضوع يا تارى ده التأثر ده تأثرنا لما نسمع اسم النبي يا تارى ده موقفنا بسرعة إن أول علامة من علامات محبته إيثاره العلامة التانية الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله واجتناب نواهي والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه ثلاثة إيثار ما شرعه وحض عليه على هوى نفسك أربع إسخاط العباد في اتباع السنة قال أنس بن مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل يا بني ذلك من سنتي ومن أحيى سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة هي دي بتحبه تؤثره تؤثر سنته تأمل بيها وانكره الناس خمسة كسرة ذكرك له ستة كسرة شوقك إلى لقائه سبع تعظيمه وتوقيره وإظهار الخشوع والانكسار عند سماع اسمه تمانية محبتك لمن أحبه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار وعداوت من عداهم وبغض من أبغضهم وسب من سبهم فمن أحب شيئا أحب من يحبه رسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كده علامة الإيمان حب الأنصار وبغض من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يكره النبي نكرهه واللي النبي يكرهه نكرهه عشان خطر النبي صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم ومنها من العلمات أن تحب القرآن الذي أتى به صلى الله عليه وسلم حداشر يجب أن تقف عند سنته تتعلمها وتقيم حدودها الأخيرة من علامة حب النبي صلى الله عليه وسلم كل ديف كيف نمر 12 شفقتك على الأمة ونصحك للأمة وسعيك في مصالح الأمة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فلزم تبقى حريص على الأمة بالمؤمنين الرؤوف الرحيم عشان تبقى بتحبه الأخيرة من علامات محبته صلى الله عليه وسلم زهدك في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى في حديث عبد الله بن مغفل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني يحبك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ماذا تقول قال يا رسول الله والله إني يحبك ثلاث مرات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاء هو ده حب النبي اتعلمت دلوقتي في 13 نقطة كيف تحبه ابدأ نفذ وطبق وعمل لأن الموضوع مش موضوع كلام وصلى الله وسلم وبركة على نبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أحبكم في الله